هنا في مدينة تعز كغيرها من المدن الأخرى لم تشهد العملة المحلية أي تحصن مقابل العملات الأجنبية بل أن الريال اليمني واصل انهياره الملحوظة في الآونة الأخيرة حيث تجاوز سعر الصرف 820 ريالا مقابل الدولار الواحد تشهد العملة المحلية تدهورا أمام العملات الأجنبية حيث أن الدولار الواحد يساوي 820 ريال يمني مما أدى ذلك إلى مفاقمة معاناة المواطنين أصبح المواطن لا يستطيع توفير لقمة العيش أو قوت يومه نطالب الشرعية بوضع حل لمفاقمة معاناة المواطنين وإيقاف تدهور العملة يومان فقط هي مدة إخلاق وتوقف نشاط محلات الصرافة خلال الشهر المنصر لحقه أيضا قرار تحديد سقف العملات الأجنبية وقرارات أخرى منها دعوة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن لشركات الصرافة الاجتماعي من أجل إنشاء شبكة حوالات موحدة لكافة البنوك والمصارف ومع كل ذلك لم يطرأي جديد على مستوى تحسن صرف العملة إذ تتكشف حالة التخبط الحكومي خصوصا في الجانب الاقتصادي مساعي البنك المركزي في عدن لإنشاء شبكة تحويلات مالية موحدة والسيطرة على النشاط المصرفي لم تكفي للحد من تدهور قيمة الريال اليمني إذ سرعان مع عودة العملات الأجنبية الارتفاع لأن هذه الخطوة التي يسعى البنك إلى تنفيذها على أرض الواقع خصوصا في المناطق المحررة ليست كافية للحد من تدهور قيمة الريال أنها تمثل حلقة واحدة ضمن سلسلة طويلة من الإصلاحات الاقتصادية التي يجب أن يقوم بها البنك المركزي والحكومة على وجه العموم استمرار تدهور العملة المحلية في ظل غياب بوادر الحلول لوقف عملية المضاربة المرتفعة والذي يأتي مع استمرار نشاط محلات الصرافة تتسبب في تثاقم معاناة المواطنين إلى جانب عدم جدية الجهات المختصة في اتخاذ خطوات مهمة منها إلغاء قرار تعويم العملة وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية لإنقاذ الريال اليمني حسب مراقبين تظل القرارات المتعددة التي يتخذها البنك المركزي في معركة تعافي القطاع الاقتصادي حبرا على ورقة ما لم تشكل حلولا عاجلة تسهم في إنقاذ المواطنين من طاحونة الغلاء التي تضاعف من معاناتهم يوما بعد آخر حمزة أمين قناة بالقيس تعيس